السلام عليكم صاحب الفضيلة يقول حقا نقاش بين بعض طلاب العلم في حكم السجود لغير الله وأنه لا يكون خطرا أكبر إلا إذا كان على وجه الاستحفاق إذا سجد لأجل رغبة بالمال أو بالمداهنة فهذا من الشرك الأكبر هل هذا القول صحيح؟ هذا قول باطل السجود والركوع لغير الله هذا الكهر مخرج من الله وشرك أكبر وعياذ بالله لأنه صرف نوعا من أعظم أنواع العبادة لغير الله والركوع والسجود